وعمر جمال بيطلب تأجيل عودته أسبوعين قرر الفريق الطبي المعالج لمهاجم النادي الأهلي عمر جمال استمره في أسبانيا لاستكمال برنامجه العلاجي وتأجيل عودته إلى القهر دي أهم فترة في العلاج يعني الفترة الفترة اللي بعد العملية فترة التأهيل دي أهم فترة في العلاج ودي المشكلة اللي ده بنعاني منها مع جده مع شريف عبد الفضيل مع أسامي الحقيقة كتير جيد مع وليد سعيد في فترات مع أحمد حسن مع حسني مع عبد الله السعيد أهم حاجة في الصليبي أو أهم حاجة في الإصابات الجامدة دي إزاي تعمل تأهيل حتتصرع علشان ترجع حتبقى عندك صربعة لا ممكن بتعمل وبترجع شفنا حسن غالي كان عنده إصابة الرجل عملها ورجع عمل تأهيل بشكل مظبوط حفص على جسمه رجع واقف على رجله في الملعة تمام خلاص ما فيش مشكلة حسني عبد الربو برضو نفس قص أحمد حسن برضو نفس قص يعني الناس في الآخر إما بتتعالج مظبوط أو بقى فيه سخافة مظبوط تبقى الأمور واضحة ولكن النهاردة أشغل بقى البلدي يعني الفهلوة وأنا حرجع بالسرعة وحتمشي الدنيا ومتاع مش هتمشي وإنت اللي هتدفع التمن ومبرح برضو كان معنا كابتن والجومة على التليفون وأكد لنا أن هو هيغادر إن شاء الله بإذن الله يوم الأربع يعني بكرة متجه إلى كودفوار برضو للترتيب البعثة وحيكون معاه الشاف بتاع الفريق وحيكون معاه أعتقد مدير أمن فرع الجزيرة ده اللي كابتن والجومة عن بارح قال هنا كابتن فاروق محمد فاروق يشارك فيه تدريبات وجاهز للكمفدرالية محمد فاروق خلاص تأكد إن هو جاهز بالفعل وهيشارك وهيكون موجود إن شاء الله بإذن الله في اللقاء